يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 محمد صلاح اليوم أعلنت ربطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا فوزوا بجائزة لاعب الشهر أداء كبير وراع جدا لمحمد صلاح هذا الشهر في الدول الإنجليزي سجل هدفين صنع هدفين وأرقام كثيرة مميزة منها أرقام كواسية معتادة محمد صلاح الملك المصري في الملاعب الإنجليزية في الملاعب الأوروبية دايما وأبدا رافع رأسنا للسماء وأنا استغليت الجائزة دي النهاردة عشان أكرر كلام قلته من كام يوم وهقوله تاني وتالت ورابع تسعل شوية من صلاح تروم على صلاح تروم على صلاح تتمنى أشياء معينة من صلاح تتعامل مع صلاح أنه هو واحد مننا دايما وأنه المفروض يعمل زينا طول الوقت وكل ده طبيعي ومنطقي وسليم وصحيح تمام؟ وأنا قلت قبل كده أنه اللي لام على صلاح أنه تأخر في دعم القضايا الفلسطينية حقه من منطق أنه شايف أن محمد صلاح هو أهم شخصية رياضية عربية في العالم دلوقتي فهو بيقى مستني منه كتير أوي خلص بس هفضل أقول وكرر وعيد وزيد اللي عمله صلاح بشكل مباشر أو غير مباشر ودي أهم أو غير مباشر ودي أهم لبلدنا وللوطن العربي كتير أوي أوي تقولي إزاي يعني؟ عشان بيسجل أهداف في الدول الإنجليزي عشان بيبقى أفضل لعب في الدول الإنجليزي عشان بيبقى أهداف في الدول الإنجليزي عشان بياخن مع في الدول الإنجليزي عشان بياخن مع في الدول الإنجليزي عشان بيحقق أرقام قياسية عشان هو أعظم لعب في تاريخ ليفربول كده هو فدنا آه طبعا آه طبعا هو كده فدنا جدا فكرة أصلا إن اسم مصري تردد دائما بين المشجعين وهم بيهتفوا لمحمد صلاح فكرة إن الإعلام في العالم كله يكتب المصري محمد صلاح فكرة إنه كل يوم له مواقف إنسانية خيرية سواء عربيا أو مصريا أو عالميا فكرة تأثير محمد صلاح هذا الرجل العربي المسلم في الملاعب الإنجليزية هو تأثير كبير جدا فرجت مرة على وصائقي لمحمد صلاح وصائقي يعني تم إنتاجه في إنجلترا يعني هو بيقول لك إزاي جماهي الليفربورد بقى التقلد محمد صلاح وهو بيسجد بعد ما يسجل أهداف عادي يعني مرت كده مرور الكرام في الدوكومنتري يعني عادية بس أنت متفاهم التأثير عامل إزاي إنت فاهم يعني ما عملش لما نزلش يسجد يسجد على الأرض وهو بيسجل هدف عشان الجمهور يعمل زيه بعد كده أكيد يعني مش هو ده اللي كان في دماغه وبشكر ربنا وخلاص بس هو تأثير مباشر بقى غير مباشر بس تأثير الصورة وهم قالوا كده في الدوكومنتري الصورة اللي عملها محمد صلاح للعرب والمصريين في أوروبا عاملة إزاي كل ده تأثير تأثير فكرة إنه ممكن بقى دخلك في مئة زاوية إنه الناس عايزة تسافر للبلد اللي جاي منها محمد صلاح هذه سياحة الناس شايفة إنه محمد صلاح لاعب مهزب ومحترم وملتزم جدا فده دي صورة العرب والمصريين إنه هم ملتزمين ومحترمين هقعد عديلك من هنا لمية سنة لمية سنة فده التأثير اللي أنا دايما ببقى محتاجه من محمد صلاح وخدته خلاص مواقف بقى زي اللي إحنا فيها دلوقتي مواقف قبل كده أنت ما كنت متدايق منه دايما إحسبها حزبة إنه كل شخص فينا له حق اختيار التوقيت والمكان والمناسبة اللي شارك فيها هو حر هو حر ومحمد صلاح في الأول والآخر هو شارك في ما يحدث في القضايا الفلسطينية وبالمناسبة يعني عشان ما اتكلمش أنا وقتها على قصة عشان كناش بنتلع كنا أجازة بعد ما محمد صلاح نزل الفيديو بدأت الناس تتكلم على فكرة إنه لا لا بس لا الفيديو مش حلو لا لا ما أصلا ما قالش بشكل مباشر مش عارف إيه لا لا أصلا هو كان دمه تقيل مش دمه خفيف وبيا مش يا جماعة مش كده هو يعني مش كده وبالمناسبة دايما الشخص المسؤول اللي له قيمة كبيرة مش بس مصريا وعربيا ده قيمة عالمية الشخص المسؤول ده كلامه بيبقى مسؤول وعلى قد الحدث وتأثيره مش لازم بيبقى مباشر ممكن يبقى تأثيره غير مباشر يعني إيه يعني حرج لما تخش اللقتي على الفيسبوك على إكس على إستجرام تخش تقول اللي بيحصل في فلسطين وتقوم تتكلمه بحرقة زي ما كلها بنعمل بالمناسبة براحتك وده الصح بالمناسبة طلع الطاقة اللي عندك بس المسؤولين ما بيعملوش كده المسؤولين بقى بشكل عام لا يعني مسؤول سياسي مسؤول رياضي مسؤول اقتصادي مسؤول لا معناه إيه؟ معناه أنه يعني فيه ناس أو جماهير كتيرة تتبعه فمحمد صلاح هو اعتبر مسؤول الكلام بيبقى محسوب بشكل ضقيق جدا مش اللي هو لا أنت ما شتمتش ليه؟ واحد واحد حيا ما تبقاش كده أنا بس زعل الوحيد الفترات اللي فاتت أنه الناس تنسى أو بعض الناس تنسى أنه اللي زي محمد صلاح ده ما تكررش قبله أو ما تعملش أو ما كدش زي فيه زي محمد صلاح قبل كده ومش باين قوي أن الفترة القريبة يبقى فيه بعد محمد صلاح فاحنا معانا حاجة كنزة يا جماعة والله كنز والله ما هنعرف قيمة فقدان محمد صلاح في الملاعب إلا لما يعتزل وإن شاء الله يعني يقعد يكطر في مشواره في الملاعب هنعرف ورغم كده هرجع تاني عشان نختم بالجزئية دي ورغم كده أنا لقى لوم أبداً على اللي زعل من محمد صلاح أنا بقى لوم بس على الأفور في زعله بس اللي زعل من محمد صلاح العشم واخدك مع محمد صلاح وحقك مياه في المياه لازم العشم ياخدك بس من غير ما يبقى محمد صلاح ده ما فدناش ما عمل لناش هو بيحب نفسه هو بيحب ناش إحنا يا مدناله هو مدناش ما فيش الكلام ده هي العلاقة كان فيها خدوهات إحنا كسبنا من محمد صلاح وبالتأكيد محمد صلاح كسب من الجميع المصرية والعربية عموماً أنا هيفضل بالنسبة لي أنا شخصية يعني مع كامل احترام للجميع هيفضل فخر المصر وفخر العرب بالنسبة لي وانت حر في رأيك وأنا حر في رأيك يعني الموضوع سهل زي ما بنقول محمد صلاح حزم يبقى حر في القرار اللي هو عايزه حراك أيضاً حر وأنا حر كلنا أحرار ده فيما يخص محمد صلاح